السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانخفاض في ضغط الجو يسمح ان شاء الله لصباحة هذه الجمعة بوصول غيوم كتفة بعد الولايات الغربية مع احتمال بعد الرعود خاصة على بعد المرتفعة على الهضب العليا وانخفاض في الولايات الساحلية الغربية برعود منعزلة بينما على شرق البلاد سمم ولا بدى وايضا بعد الامانات على الجنوب خلال الظاهرة ان شاء الله الغيوم هذه تكون اكتر كتفة وان شاء الله تكون ممطرة وايضا على الولايات الغربية وايضا الوسطى خاصة الساحلية بينما على شرق البلاد غيوم اللي كانت في الصباحة على السواحل الوسطى تتنقل لها وتخلي السماء تكون مغيمة اما من الهضب العليا الى اقصى الجنوب مورنبي شمال السحراء والسحراء الوسطى اسمها صافيا نكون جزول لدرجات الحرارة التي تعرف انخفاض مع الوصول الغيوم ووصول كتلة شوية بردة ننتظر حوالي زوج درجات على الهضب العليا 12 الى 13 درجة على المدن الساحلية بينما الجنوب حداش بالهوغر والتاصلي وايضا منطقة الصورة وشامل السحراء 14 الى 13 درجة من اضرار الى الوادمور ورنبعين صالح وايضا ورقل وحاسم شعود و14 الى 15 درجة على بورج بجن مختار عن قزام تيميوين تنزواطين واباليسا نجوزون لدرجة الحرارة خلال الظاهرة هنا نحسوا باللي انخفضت درجة الحرارة لانها تكون اقل من 20 درجة لكل ولاية الغربية 17 بورن بنصف مستغنم 14 بتلمسنين 12 بمعسكر وكذلك التيار تعاوى لـ 12 درجة 17 بالجلفة وقباتنا قسمتنا حوالي 20 درجة هي وتبسوا وسقهراس وقلمة بينما لاننا بـ 22 27 بورج لا وايضا اضرار 28 بمنطقة عين الصالح وايضا جانات 27 بطمرسات 23 بيتين دوف و29 إلى 30 درجة على اقصى الجنوب تكون جزول الملحة والصيد البحري مع وصول الاتراب الجوي هذا اللي هم الغرب الريح تكون اكتر شدة لانها في الغرب تكون ما بين 40-30-40 كيلومتر الساعة وعلى الوسط وايضا الشرق البلاد هنا تكون ما بين 40 إلى 50 كيلومتر الساعة البحر يكون مهول والذي جاءتها الريح تكون غربية إلى شمالية شمالية غربية فيما يخص الرؤية في الغرب وعلى الوسط تكون شوية رادي أما بين زوجي إلى 4 أميال بحرية أما على السواحل الشرقية تكون من 4 إلى 8 أميال بحرية كالعادة نختم هذه الجنشرة الجوية دائما بهذه المعلومات الفلكية لتهم العاصمة وضواحي هذه الجمعة 19 جنوبيع 2024 جمعة مباركة وربدون قصلكم مع برامج الشروق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة